كله أجنبي بولندي باستثناء الكابتن محمد معروف والحكم الرابع في هذه المؤجهة بالكلام عن الأهلي وعن بيراميدز فتعالوا نروح إلى الأهلي شوية فقدان نقطتين في نقطتين ومعها فقدان صدارة حتى هم نتكلم في الجودة العشر يعني لسه بدري أمر طبيعي أنه هو يعمل زعل ويعمل توتر وأنه كمان سيناريوهات تبدو شبيهة بسيناريوهات الموسم اللي فات اللي فيها ضيع الأهلي الدوري مرتين متتاليتين فطبيعي حالة الزعل أنه لأ فيه إيه بقى؟ ليه ما بيحصلش جديد؟ ومعه كمان أن الموسم الانتقالات الصيفي ما كانش جيد أو ما كانش مرضي على مستوى الجماهيري فالناس تقعد ترجع أشهر لورا وتقعد تقول طب ما احنا قلنا ما احنا عايزين ايه المشكلة فين الحل؟ الحقيقة فيه شوية معلومات ممكن تتقال في القصة دي على مستوى تحركات الأهلي الأهلي تحرك سريعا وأنا شاف أنه تحرك ممتاز مش عاجبه الملعب طب هنغيره حتى لو هنخسر ماديا حاجة ما بس احنا عايزين نحافظ على النجاح الفني نلحقه فتحرك تعالوا نروح لساد القاهرة الجمهور ما بيحضرش بكثافة هناك يحضر هنا تمام نغير أرضية الملعب عجبة كولر أكتر من السلام تمام فأنا شايف أنه تحرك جيد أنه يتعمل قبل موسم الانتقالات يعني أنت ما استنتش الأقرب خطوة أنت عملت خطوة أقرب منها هل دي اللي تجيب للأهلي الدوري؟ ممكن تبقى من الحاجات اللي تريح الأهلي وبالتالي كويس أن الإدارة فكرت في حاجات منها ما هو يرضي الجمهور لما بتلاقي الجمهور مدى قوي أنت مش شرط أن قراراتك تبقى كلها لإرضاء الجمهور لكن أحيانا بتبقى لو حاجة سهلة تعملها تعملها علشان هدوء الجمهور يخليك أنت هادي وأنت بتاخد قراراتك وده اللي الأهلي بيفكر فيه النقطة الثانية هي موسم الانتقالات لكن أنا شايف أنه قبل موسم الانتقالات مهم جداً الشغل على من هم موجودون الآن دلوقتي لازم يكون تزامناً معها الانضباط داخل الفرقة الانضباط ما قصودش الانضباط بقى اللي هو بيجي بدري ولا بيجي متأخر بيتأخر على التدريبات ولا لا لا الانضباط ده اللي هو علاقة اللاعبين ببعضهم اللي هو الصوت العالي شويتين اللي هو الروح اللي غايبة جوه الفريق مش بس على مستوى المباريات على مستوى الفريق من جوه على مستوى الحماس ده مش موجود وده محتاج له طبعاً تدخل من الكابتن سيد عبد الحفيز والتدخل ده مش بس بيكون بالزعيق والشخط والتكشير هو بيكون كمان بأنه واحد زائد واحد يساوي اتنين بأنه يتم إعلاء أدوار بعض الأسماء اللي ليها دور قيادة جوه الفرقة فتعرف أن انت تحكم الفريق سواء كإدارة كروية أو كلعبين تبقى أنت عمل إحكام كولر على فكرة مسيطر مسيطر وإن كان في بعض المباريات تحس أن مالك كثير على ما تستفهم بتظهر لكن الرجل جوه الفرقة فيه حالة من السيطرة على الفرقة تصريحاته الأخيرة ربما فيها شوية لوم أنه انتقد المهاجمين لكن هو لأن هذا جزء منه إخلاق مسئولية جزء منه إخلاق مسئولية طيب المقطة الثالثة هي لقطة استفقات ملف في استفقات عامل إزاي خلال أيام هيوصل محمد الضوي كريستو اللاعب التونسي اللاعب النجمة الساحلي بنظام المقصة الفلوس بتاعت كليبالي اللي إحنا